مع هبوب رياح الحوار الوطني الذي أرخى ستائر المفاوضات على شخوص العمل السياسي وفتح أبوابا خلفية لرأب صدع هنا ومواربة هناك بهدف تفتيت صخر الخلافات السياسية بين أكثر قطبين متنافرين على مسألة حل البرلمان ومن قبلها معركة تشكيل الحكومة مع أمال رياح حوارا وطني إذن تصريحات يبثها زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في تغريدة جديدة كشف فيها عن عرضه مقترحا للأمم المتحدة لإجراء مناظرة علنية وبث مباشر مع الفرقاء بحسب تغريدته لم يجد الرد عليه بما يتناسب مع مطالب التيار الحديث عن الإصلاح ومطالب الثوار وما يعانيه الشعب بحسب قوله ما يعنيه حديثه بإعلان فشل الحوار مع الفرقاء برعاية أممية تلويح جديد يعلنه السيد مقتدى الصدر باتخاذ خطوات سياسية جديدة إذا أم وصفها بسياسة التغافل التغريدة حملت في تفاصيلها حديثا مباشرا عن مواجهة زعيم التيار الصدري للفاسدين ومن يريد السوء له أو قتله مع لغة إنذار بأن تنازلاته التي قدمها لأجل الحفاظ على السلم الأهلي أصبحت كثيرة في إشارة إلى أن الخطوات المقبلة بعيدة تماما عن الحوار الوطني إلا في حال موافقة الفرقاء والأمم المتحدة على الشروط الإصلاحية التي يبحث عنها الصدر إشارات تدلل على حالة ترقب وانتظار لما ستأول إليه جهود الساسة في محاولة إيجاد حلول سريعة قد تقارب في وجهات النظر وتلبي طموحات الشعب العراقية اشتركوا في القناة